لكن وسط كل المشهد الرائع ده البعض عايز يحط لك كده بالبلدي شوية ترابعة ترطاية جميلة على هذا المشهد الطابلو الرائع الطابلو اللي ترسم زي ما بنقول ما فوش غلطة البعض تداولة بالامس فيديو من الجامعية العمومية للنادي الاهلي يتحدث فيه انها فاضية ان فيه تزوير ان ان لكن في الاخر الكلام ده بالقانون وبالدستور وبالاخلاق وبالاحترام ليه رد والرد هي لقولكو زميلي محمد سعيد حقيقة ها بمبرح المنظر كان رائع جدا والكل اشاد ده بيه والصوت والصورة ما فيهاش هزار وما فيهاش تهريج وطالما قدامك ماتيريال وصوت والصورة وكاميرات بتنقل وكاميرات مرأبة جوه الخيمة الانتخابية منذ التاسعة صباحا حتى العاشرة مساء ما فيهاش هزار الكاميرات دايرة لمدة حوالي اكتر من 13 ساعة ما فيش دقيقة الكاميرات فصلت ما فيش دقيقة الاس اين جي والبس المباشر فصل الناس كلها شافت بالصوت والصورة انا على المستوى الشخصي عقب صلاة الجمعة توجهت المقار النادي بالجزيرة اشوف المشهد كمان عشان اشوفه بشكل اوسع الزحمة مش في الخيمة الزحمة كانت في النادي الزحمة كانت كبيرة جدا لكن الاكبر من كده كمان وانت بتتكلم على هذا الموضوع انبارا كان فيه سلاسة جهات بترائب وبتتابع الجمعية العومية اولا الجهات القضائية المرسلة من مجلس القضاء الاعلى وهنا احنا ما بنهزرش فيه جهات قضائية كانت بتشرف وبتابع اعمال الجمعية العومية ثم اللجنة الانبية المصرية من خلال وفد رسمي كان متواجد المارح ثم وزارة الشباب والرياضة من خلال الجهة الادارية اذا تلت جهات رسمية بتتابع وعند استمرار بشكل كبير داخل الجمعية العومية اللجنة القضائية اصدرت بيان مهم جدا منذ قليل تناقلت وسال الاعلام وصفحات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر خلو الجمعية العمومية غير العادية للنادي الاهلي من الناخبين واصاروا وجود شبه التزوير للجمعية العمومية للنادي الاهلي بغرض اصارة شبه التزوير شابت الجمعية العمومية للنادي وحيث ان اللجنة القضائية التي تولت مهمة الاشراف يقع على عطقها ايضاح بعض الحقائق حيث اطلعت اللجنة القضائية بدورها بتكليف من اللجنة الولمبية المصرية بناء على طلب النادي الاهلي وذلك بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى وجاء تشكلها كالاتي السيدة الاستاذ المستشار محمد السيد محمد علي خليفة رئيس بمحكمة استئناف القاهرة السيدة الاستاذ المستشار احمد مجدي ابو العلة المحام العام بالمكتب الفني لمحكمة النقد السيدة الاستاذ المستشار احمد علي حافظ بيومي المستشار بمحكمة استئناف المنصورة السيدة الاستاذ المستشار محمد محمد صلاح الدين محمد المستشار بالمكتب الفني لمحكمة النقد السيدة الاستاذ المستشار حسام الدين حسين عواد الجيزاوي المستشار بالمكتب الفني لمحكمة النقد السيدة الاستاذ المستشار احمد اسماعيل عبد السميع محمد رئيس المحكمة بمحكمة القاهرة الجديدة الابتدائية وقد بدأت عملها باجتماع مسبق مع الإدارة التنفيذية للنادي الأهلي ومدرية الشباب والرياضة بالقاهرة وتم الاتفاق على كيفية العمل داخل لجانة الاقتراع بداية من كشوف الناخبين وأوراق التصويت والسنادي المخصصة لذلك وإعداد محاضر اللجانة الفرعية واقتصر دور موظفي النادي على تسهيل عملية الاقتراع للسادة أعضاء الجمعية الأممية دون فرز السنادي الذي يقع تحت إشراف أعضاء مدرية الشباب والرياضة وبمتابعة من اللجنة القضائية وتم تسليم كشوف السادة أمناء اللجان والسادة موظفي الشباب والرياضة إلى اللجنة القضائية وقد كلفت اللجنة القضائية إدارة النادي الأهلي بوضع كاميرات المرأبة داخل الحرم الانتخابي لمنع حدوث أي التجاوزات ومركبة عملية التصويت برمتها وقد حرست اللجنة أن تتم عملية الاقتراع في أجواء من الشفافية والنزاهة وهو ما تحقق بالفعل سيلة اليوم الانتخابي وحيث تؤكد اللجنة القضائية أن عملية الاقتراع والتصويت كانت تتم بيسر وسهولة وبصورة منظمة وبدقة متنهية وهو الأمر الذي خفف من شدة ازدحام الناخبين أمام اللجان حيث بلغ عدد اللجان 136 لجنة وكان الإقبال على بعض لجان الاقتراع متوسط نسبياً وكسيف على بعضها الآخر خاصة المواجهة لأبواب الدخول الحرم الانتخابي وفي الساعة السابعة مساءً أعلن المستشار محمد السيد خليفة رئيس اللجنة القضائية اجتمال النصاب القانوني وغلق أبواب الحرم الانتخابي وقسر الاقتراع على من بداخل الحرم فقط عقب انتهاء من بداخله من الاقتراع بحضور 16139 صوت ثم تم البدء في عملية فرز بطاقات الاقتراع والتي كانت تحت إشراف موظفي الشباب والرياضة وبمتابعة من اللجنة القضائية عن طريق متابعة التوقعات الموجودة بكشوف الناخبين وبأوراق الاقتراع الموجودة بالسناديق وإستؤكد اللجنة القضائية أن العملية الانتخابية تمت بحيادة ونزاها لم تشوبها شائبة وحدة ولم يعقر صفوها وأحداً وأن نتيجة عملية التصويت ما هي إلا إنعكاس لرأي الجمعية العمومية بالنادي الأهلي لم يتدخل فيها أحد ولم يؤثر فيها هوى وأن أي ادعاءات بحدوث تلاعب أو تزوير ما هي إلا محد افتراءات يراد بها باطل ولم ولن تسمح اللجنة القضائية بحدوث مثل تلك الادعاءات أو السكوت عنها ذلك هو بيان اللجنة القضائية المشرفة على أعمال الجمعية العمومية غير العادية بالنادي الأهلي في تاريخ 28 ستمبر عام 2018 وعندما نتحدث عن اللجنة القضائية والقضاء المصري نقف أمام هذا اللجنة وهمام هذا القضاء بشكل مهم جداً